اشتركوا في القناة الملك شارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية مشيرا المجلس إلى ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية وشراكة وثيقة تمتد لأكثر من مئتي عام وتستند لأسس متينة ودعاء مراسخة والتي عكستها ما حظيت به زيارة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله إلى المملكة المتحدة من ترحيب واهتمام كبير كما رفع المجلس أسمى التهاني لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمنح صاحب الجلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية جلالته أيده الله وسامى فارس الصليب الأعظم الملكي الفكتوري الذي يعد من أعلى الأوسمة التي يمنحها ملك المملكة المتحدة وفي ضوء الكلمة السامية التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال مأدبة العشاء التي أقامها جلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية تكريما لجلالة الملك المعظم أيده الله أشار المجلس إلى ما تضمنته كلمة جلالته حول ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة من صداقة قوية ومتجذرة وأهمية ما جاء في الكلمة التي ألقاها جلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والتي تناولت الإنجازات التي حققها جلالة الملك المعظم خلال 25 عاما إلى جانب التطور الذي شهدته علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين والمحطات التاريخية المهمة لمملكة البحرين في ظل قيادة جلالة ملك البلاد المعظم أيده الله حيث إنه منذ بداية عهده أرسى جلالته حفظه الله ورعاه رؤيته لمثاق العمل الوطني الذي لقي التأييد الواسع لما تضمنه من مفاهيم ومبادئ وطنية شاملة وصولا إلى ما تحقق من العفو وإعادة التأهيل لآلاف من أبناء الوطن مما اعتبره تجسيدا لنهج جلالة الملك المعظم في القيادة والاهتمام النابع من القلب بأبناء شعب مملكة البحرين بجميع أطيافهم مع وضع الوحدة الوطنية هدفا تنبثق عنه جميع مبادرات وجهود جلالة الملك المعظم بعدها رفع المجلس التهانية والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة نجاح معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته السابعة ومرور أربعة عشر عاما على انطلاقته والمنجزات التي حققها المعرض هذا العام والتي تأتي استكمالا لما تحقق في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي انطلقت قبل خمسة وعشرين عاما بتولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم مشيدا بجهود اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم والتي تواصل بجهودها الدؤوبة وعملها الحثيث تعزيز تنافسية المعرض على خارطة معارض الطيران الدولية كأحد أبرز المعارض في المنطقة كما رفع المجلس خالص التهاني لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بنجاح سباق النسخة السادسة من كأس البحرين الدولي للخيل لفتا إلى الإقبال الكبير على المشاركة من قبل الاستبلات العالمية والملاك بما يعكس الثقة في القدرات التنظيمية للبحرين مشيدا بالجهود التي بذلتها الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وتمييزها في تنظيم هذه الفعالية الرياضية العالمية ثم أكد المجلس على أهمية كلمة مملكة البحرين في القمة العربية والإسلامية غير العادية التي ألقاها نيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وما أكدت عليه بشأن دعوة مملكة البحرين إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط والالتزام بحل القضية الفلسطينية باعتبارها ضرورة ملحة لحفظ حقوق جميع شعوب المنطقة في التعايش في أمن ومئام لافتا إلى ما وفرته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أجل تحقيق القمة للأهداف المرجوة بعدها هنأ المجلس سلطنة عمان الشقيقى قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة ذكرى العيد الوطني مشيرا إلى ما تشهده سلطنة عمان من تطور في مختلف المجالات في ظل قيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية مذكرة لجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تمويل مشروع تطوير شارع جابر الأحمد الصباح مذكرة لجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بإضافة عضو إلى تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة مذكرة لجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول خمس مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة لجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم وبرنامجين تنفيذيين بين مملكة البحرين وسلطنة عمان مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة للتطوير العمراني مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن تدشين خدمات تخطيطية جديدة عبر المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني تخطيط مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بعد ذلك استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والستين بعد المئة التحضيرية للدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية بما يلي نتائج المشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية اجتماع الدورة الثامنة للجنة الوزرية المشتركة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة المشاركة في أعمال منتدى صير بنياس 2024 المشاركة في المؤتمر الوزري العالمي رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات نتائج المشاركة في الاجتماع الوزري المصاحب للقمة العربية الإسلامية المشتركة نتائج المشاركة في النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المشاركة في مؤتمر ومعرض سيتيسكيب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة نتائج المشاركة في سوق السفر العالمي المشاركة في المجلس التنفيذي في دورته الثانية والعشرين بعد المئة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة نتائج المشاركة في الدورة الوزرية الأربعين للكوميسك اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي ترجمة نانسي قنقر